اهلا بكم احبائي الكرام بحلول شهر رمضان وصلتني بعض الاسئلة من الجمهور الكريم عن اصل تشريع الصيام في الاسلام ومن بينها سؤالي الاستاذ الدكتور بنتي فورمنا قادير يخص تشريع الصيام في البدايات الاولى قبل ظهور الاسلام بين شهادة القرآن واجتهاد المفسرين والسؤال هو استاذ الكريم بمناسبة حلول شهر الصيام عندي سؤال بخصوص وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين استاذي حسب المنطق والعقل تأملت هذه الاية فاستنتجت بان فيها استشكالا عويصا حتى كتب المفسرين او التفاسير تخبطوا في شرح ما استشكل في النص السؤال هو اليس من المعقول ان تكون الاية كما يلي وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين لان الضمير الهاء يعود على الصيام وبالتالي فان الذين لا يستطيعون او لا يطيقون تحمل فريدة الصوم هم من عليهم اطعام مساكين في اعتقادنا ان نص الاية اصابه سهو الناسخ عن كتابة لا الناهية كي يستقيم المعنى والمراد عكس ما يدعيه الشيوخ والمفسرين اتمنى ان تسلط الضوء على هذا الطرح بما تراه صوابا مع كامل التقدير والاحترام والسلام شكرا على هذا السؤال وبهذه المناسبة سوف نتحدث عن خلفية تشريع الصوم في الاسلام وصيام اليهود والنصارى والصابئة وعلاقته بصيام الاسلام ولكن قبل ان ارد يجب الاشارة الى امر مهم جدا فبحسب النص القرآني ليس هناك اي عقاب يذكر على من افطر في رمضان عمدا ومن غير عذر شرعي كالمرد والصفر والحيد والنفاس وغيرها من الاعضار الشرعية فان جل الاحكام المفطر في رمضان والعقوبات جاءت عن الفقهاء والتي تتراوح بين الاستتابة وقد تصل الى القتل وكلها ليس لا اساس لها ولا قياس في القرآن للامانة فالقرآن يتجه في تشريعه من التشديد الى التيسير وهذه طبيعة الاديان بينما رجال الدين اخذوا عكس الاتجاه من التيسير الى التشديد عند معظمهم ونسبوها لنبيهم وصحابته وموضوع الافطار العلني في بعض البلدان الاسلامية قد يؤدي بصاحبه للاعتداء اللفظي او الجسدي من طرف المواطنين انفسهم ويعاقب عليه القانون بعض البلدان كما هو الحال عندنا في المغرب الفصل 222 من القانون الجنائي ومفارقة ان الاستعمار الفرنسي هو الذي وضع هذا الفصل نعم ليس في القرآن اي عقوبة او عقاب على من افطر دون عضر شرعين في ايام الصيام لانه في الاصل كفارة ووسيلة من وسائل التوبة والمغفرة مثله مثل فريضة الحج فلا عقوبة على من لم يقم بفريضة الحج عند الاستطاع وهو اي الصيام امر تطوعي يرجع بالخير على صاحبه والآية صريحة فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون وما يقابل الصيام في هذه الايام المخصصة والمعدودة هو الصيام في ايام اخرى عادية من باقي السنة عند وجود عضر شرعي كالمرض كما قلنا او السفر او غيرها وهذا لا يخص من لا يطيقه لانه معضور من الاساس اما لكبر السن او لمرض مزمن على سبيل المثال فكيف يحمل الشرع الاسلامي عبء فدية طعام مسكين او مساكين لمدة شهر وهو اي من له اعاقة تمنعه تماما عن الصيام ككبر العمر او مرض مزمن لا يستطيع العمل لكسب قوة يومه في معظم الاحيان دون الاعتماد على من يعيله من يعيله عفوا من اسرته واقاربه اما اذا كان الشخص غنيا فمسألة الزكاة لا تسقط عنه ولننهي الجدل لمن لا يقبل بهذا الطرح الموجود في القرآن نفحص الآية التي ربما تذكر واجب الصيام وهي الآية التي تقول يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرة الآية 183 حيث يستدل الفقهاء لاسلام بعبارة كتب عليكم الصيام ليقولوا ان الصيام فرض واجب لكن في المقابل هل الصيام فرض واجب على الذين من قبلكم اي اليهود والنصارى فالصوم عند اليهود والنصارى هو للغفران بالدرجة الاولى ثم لتذكر الاحزان والآلام التي مر بها الشعب وليس واجبا اجباريا على الكل القيام به لانه في الاصل هو امر تطوعي يمكن ان يأخذ طابعا ثقافيا جرت العادة القيام به وسوف نتحدث عن هذا الموضوع بتفاصيل اكثر اذا الصيام امر تطوعي ايضا في القرآن وعبارة كتب عليكم لا تعني بان تركه معصية واثم عظيم كما جاء في امر كتابة الوصية للوالدين والاقربين اذا حضر احدكم الموت وذلك في صورة البقرة الاية 180 كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فكتابة الوصية شيء تطوعي بالدرجة الاولى وليست واجب شرعيا اذا تخلى احد عنه يستحق العقاب من خلال هذا التوضيح يمكن القول بان الفدية تكون فقط على الذين يطيقونه والاية واضحة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكيني او مساكين حسب بعض القراءات عند تعرض تعذر القيام به في الاوقات المخصصة للصيام فمن غير المعقول ان يقول القرآن وان تصوموا خير لكم في حالة العجز التام عن القيام به فالتيسير هو الاساس والقاعدة وليس التعسير كما جاء في الآية التي بعدها في سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والسؤال كيف نعرف ان الصيام كفارة وتركه ليس جريمة يعاقب عليها النص القرآني كقتل النفس التي حرم الله او الزنا او السرقة نعم الصيام جاء في القرآن ليكون كفارة لارتكاب بعض المعاصي واحد الحلول الخروج منها واضع خطا تحت كلمة كفارة كالضهار وهي ان يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه كامه وذلك في سورة المجادلة الآية 4 ففي هذه الحالة فالكفارة هي صيام شهرين متتابعين قبل ان يتماسأي قبل الجماع بين من قام بالضهار وزوجته او في حالة حلق رأس الحاج قبل وصول هدي محله لمرض او ادى ففديته صيام ثلاث ايام في الحج وسبعة بعد رجوعه لوطنه كما جاء في سورة البقرة الآية 196 او في حالة قتل المؤمن المسلم لاخيه المسلم عن طريق الخطأ فمن بين الكفارات صيام شهرين متتابعين كمسألة الضهار او في حالة الحلفان بالايمان والرجوع عنه فالصيام ثلاث ايام ككفارة عن ذلك كما جاء في سورة المائدة الآية 89 او الصيام في حالة الاحرام او عفوا الصيد في حالة الاحرام وذلك في الآية 95 من سورة المائدة وبالتالي فالصيام هو عمل خيري يتقرب المؤمن بواسطته الى ربه مثله مثل فك رقبة اي تحرير عبد او اامة وهو امر تطوعي غير مفروض او مثل اطعام المساكين ولهذا نجد هذه الانواع من الكفارات مرتبطة مع بعضها في اتجاه التسهيل من تحرير رقبة الى الصيام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة